السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام متابعي قناة كورا سبورت اهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو مهم جدا 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 وفيديو زي ما بتقال عليه ضرب نار بس قبل ما اتكلم في حاجة الناس اللي واكلين بليلة وضربين بليلة انا قبل ما بتكلم في اي فيديو في القناة دي انا بقول القناة دي مخصصة لجمهور النادي الاهلي جمهورية الاهلي شعب الاهلي كون ان انت بتتعصب والفيديوهات بتاعيتنا بتحرق دمك اتحرق اكتر واكتر يا فاندم قلت ادبك لا هترجعنا على الطريق بتاعنا ولا عن سكتنا انت معروف عنك اللي بيضرب بليلة ده بيبقى انسان بني ادم قليل الادب الا ما راح يا مرابي اكيد في ناس كتير مشجعين للنادي المنافس كتير محترمين لكن في شوية قليلين كده بيزودوا في البليلة وبيكون قولات الادب انا مش هتراجع هفضل مشجع للنادي الاهلي ودافع عن النادي الاهلي بكل ما قطيت من قول طيب نخش في اول موضوع سخن معنا وهو كابتن ميدو كابتن ميدو يا جماعة اللي متقلب شوية اطلع ابين نفس ان انا ميدو المحايد الاعلامي الجميل الطيوب الكيوت اللي بجيب بتوع النادي الاهلي وبنصف النادي الاهلي وقدارة النادي الاهلي ولما جمهور الزمالك يقلب علي اروح اقلب على الجنب التاني وابقى الزمالكاو المتعصب لنادي الزمالك ابني علي موجود في النشئين بتوع الزمالك فلازم ابين موقف نهاردة ميدو قال لك ايه نزل تويتا على الصفحة بتاعته قال لك رجالة الزمالك بتروح اسماليا جميل اسقاطا على ان بتوع الزمالك رجالة وبتوع الاهلي اللي ما بيروحوش اسماليا مش رجالة طيب انا هتكلم بس في بعض النقاط عشان نعرف ميدو مين الرجالة ومين اللي مش رجالة الرجالة يا ميدو اللي بتخاف انها هتروح تلعب في اسوان سنتين ورا بعد بسبب ارتفاع درجات الحرارة دون رجالة ولا مش رجالة الرجالة اللي بتطلع في مجموعات افريقيا حصالة في كل ما تشاطف افريقيا هي دي الرجالة هرد على ميدو بغلاف الاهرام الرياضي اللي كتبوا فيه لما انسحب فرقة الزمالك اللي ميدو شايفهم رجالة وغيرهم مش رجالة لما انسحبوا في مباراة القمة الموسم الماضي امام النادي الاهلي بحجة انه هم مش جاهزين ورجعين من السوبر ومرهقين وخايفين وعملين وانسحبوا من المباراة وعمروا حجة اليوتوبيس اللي تعطر والعالي اللي كانت بتنزل البنزينة تجيب شبسي وكاراتيك واخد بالك فنزل غلاف مجلة الاهرام الرياضي في هذا العدد اللي بعد القمة نزل صورتين صورة واحدة مقسومة نصين نص فيه لعب النادي الاهلي وقفين في نص ملعبهم كتبوا تحتها الرجالة النص التاني كتبوا نقط مقابل للنص بتاع النادي الاهلي شوف بقى مقابل كلمة الرجالة ايه يا ميدو ميدو رجالة الاهلي كانت بتروح اسماعيلية من قبل ما انت تتولد رجالة الاهلي كانت بتروح اسماعيلية لحد الثورة 2011-25 يناير والاهلي كسب الاسماعيل في اسماعيلية قبل كده مرتين ستة ومرة تمانية مرتين ستة ومرة تمانية الاهلي يميدو اللي بتقول لعبت الزمالك رجالة عشان بتروح اسماعيلية انا عايزك كده يعني تبقى شجاع وعندك جرأة وتروح لمدير امن اسماعيلية تسترجل كده او تسترجل مش معنى انت تكون راجل لا تسترجع تمشي على رجليك وتاخد خطوتك الجميلة وتروح ليه تترجل حلوة كده تترجل تترجل الى مكتب مدير امن اسماعيلية وتروح تقوله يا فندم هو ليه الاهلي ما بيجيش يلعب في اسماعيلية هل عشان الاهلي مش رجالة هيقولك لا يميدو الاهلي والاهلوية طول عمرهم من اصغرهم من اصغر طفل اهلاوي يميدو لاكبر شيخ في النادي الاهلي كلهم رجالة يميدو واصغر بنت اهلاوية يميدو بميت راجل من عينة بتوع البليلة يميدو تمام؟ فانعايزك تترجل كده الى مكتب مدير امن الاسماعيلية وتروح تسأله وتستفصل منه الاهلي اللي بيروح يلعب نصف نهائي افريقيا في ملعب رادس في وسط 20 الف مشجع بيحضر الملعب كله بيتضرب بالغاز المسايل للدموع من الامن لانه كان فاقد السيطرة على الجمعير وقتها والملعب كله دخان وشماليخ كلها بتضرب في الملعب ومع هذا لعبت الاهلي ما خافتش يميدو لعبت الاهلي ما تحججوش بالاوتوبيس يتعطل يميدو لعبت الاهلي ما قالوش عايزين نعمل بيبي يميدو ما رحوش وقفوا في بنزينة ولا كان ننزل نعمل بيبي عشان احنا مزنوقين الاهلي ما بينسحبش يميدو عايزك تعد كده كم مره انسحب النادي الاهلي امام الزمالك وتشوف كم مره انسحب نادي الزمالك امام النادي الاهلي طوال حياتي انا عندي حوالي 35 سنة يميدو ما شفتش النادي الاهلي بينسحب امام نادي الزمالك انا شفت الزمالك بينسحب قدام رجالة الاهلي الماتش الشهير بتاع ايمان عبدالعزيز اللي اضطرت في اول الماتش بسبب ضربه لبرايم حسن انا شفت رجالة الاهلي بينسحب قدام هالزمالك بالاتفاق وده اللي اعترف به نجمل نادي الزمالك بعد كده قالك كنا متفقين ان احنا نبوز الماتش وننسحب من الماتش لو خسرنا الجون بتاع فليكس اللي قالك ده اوفصايد كان في التسعينات تقريبا انا شفت adesso هالزمالك اخوها بينسحب من ماتش الاوتوبيس انا شفت لعدت رجالة ميده ما بنسحبش قدام حد الدور والباقي على اللي بنسحب ياميده احب اقول لي ميده ان رجالة الدورة بتروح الاسماعيلية كل اديت الدورة بتروح اسماعيلية اسوان و ودي دجلة الانتاج المقصة كل اديت الدورة بتروح اسماعيلية لكن مش كل اديت الدورة بتروح افراقي وبتكسب افراقي؟ في ادغال افراقي عشان كده الاهل رجالة وواسقين قوي ان احنا رجالة على اي حد كون ان انت تطلع بقى عشان تكسب ود جماهير الزمالك والكلام ده مكشوف ميدو اللي المفروض احنا في المفروض في وقت بننبز فيه التعصب وبنحارب التعصب بيطلع علينا يقولك رجالة الزمالك بتروح اسمه علي واحنا يعني اسقاطا بقى احنا كنادي اهلي مش رجالة عشان خاطر ميدو احب اقول اخر حاجة لميدو في الموضوع ده عشان ما نطولش روح اتكلم مع اللوى علي غيط او العقيد علي غيط واسأله هو ليه الاهل ما بيروحش اسمه علي هل عشان الاهل مش رجالة ولا عشان الامن هو اللي طالب كده تعالوا نروح ليه موضوع اخر في صحفي اهطل او شبه صحفي عشان ما نظلمش الصحفين المحترمين فيه شبه صحفي اهطل طلع يقولك ايه شوبير اتفق مع حلم التولان خلاص ان مطش ام ببكرة متفوت رسمي فما حدش يتفرج عليها جماعة ولا يتابعوا تخيل انت الغباء وصل لدرجة انه بيتهم واحد من ابناء نادي الزمالك اللي مفروض حلم التولان الكل بيتشاد له ان شخص محترم فيطلع صحفي او شبه صحفي ابيض مخطط يطلع يقولك شوبير اتفق مع حلم التولان انت تعرف يا متخلف يا معتوه انت كده بتتهم ناديك ضمنيا هو حلم التولان ده تربيت مين يا جماعة تربيت نادي الزمالك فاذا انت واحد من ابناء نادي الزمالك اللي هو حلم التولان الاسطورة الرمز المحترم اللي للأسف والله العظيم انا معرفش ليه السبب ان ليه اغلب الجمهير ما بيحبوش المحترمين تلاقي الشخصية المهزقة او الشخصية اللي بتطلع تشتم في الناس وتسب بالناس ده الرمز والاسطورة والاسد والدرع والسيف والحاجات دي لكن حد محترم لا يبقى مرتاشي ومفوتاتي وابن ستين في سبعين فانت لو هتتفق على ان حلم تولان مفوتاتي فمعنى كده ان كل ابناء نادي الزمالك مفوتاتي وانا اربق ان يكون ابناء الزمالك مفوتاتي طيب الحساب بدأ الحساب بدأ ليه هشام حطب مهاردة القنوات كلها ويبدو ان اللي سكريبت متفق عليه ليه هشام حطب القنوات كلها عن بكرة ابيها كابتن شبير ابراهيم فاق خالد الغندور مقس هاني حتحوت ميدو كلهم اتفقوا ان لازم نطلع نتكلم عن هشام حطب وفشل اللجنة الاولمبية المصرية وان لازم يكون في حساب طبعا لازم يكون في حساب لكن تقعد تفكر اش معنى كل القنوات في وقت واحد في وقت واحد الصحفي يطلع من مع كابتن شبير وروح داخل عالم ابراهيم فاق خلص مع ابراهيم فاق رح طالع مع خالد الغندور وخلص مع خالد الغندور رح طالع مع ونفس الموضوع لابد من حساب هشام حطب يبدو ان هشام حطب ايامه اصبحت معدودة هنشوف الايام القليلة القادمة ايه اللي هيحصل فيها نادي الاقل النهاردة يعني انا عندي فاضل خمس ماتشوت هل الدنيا خلاص اتقفلت ان احمد ياسر ريان يجيله اي عرض خارجي عشان يحترف احمد ياسر ريان لعب سيراميكا جيلوباتر وسيراميكا كده كده هتلعب الزمالك ماتش خلال اسبوع تقريبا هل ينفع النهاردة ان المهاجم الاساسي بتاع سيراميكا اللي هو احمد ياسر ريان انا كنادي اهلي اطلب من سيراميكا بعد اذنكو احنا عايزين نمشي احمد ياسر ريان قبل ماتش الزمالك عشان هنوديه التاي ازمير سبور التركي مقابل 300 الف دولار يعاني النادي الاهلي كان بياخد من نادي سيراميكا حوالي 3-4 مليون جنيه يعني الموضوع قريب الموضوع قريب مش بعيد ليه ما انتظرتش لمبعد مباراة الزمالك امام سيراميكا ده يمكن كان الامل الوحيد بالنسبة لنا كاهلوية في فكرة ان ما يكونش فيه تفويت ان احمد ياسر ريان هو راسل حربة بتاع سيراميكا في المباراة دي تجي انت تروح ايلوهم والنبي يا جماعة عايزين نمشي احمد ياسر ريان قبل ما يلعب ماتش الزمالك طب ما تزبر الدنيا مش هتتهد احمد ياسر ريان مش عاجبه ويغبط دماغه في الحيط لكن مصلحة النادي الاهلي بتقتدي ان احمد ياسر ريان كان يبقى موجود يلعب ماتش الزمالك يقدر يعطل الزمالك يتعادل مع الزمالك يعمل اي مصيبة مع الزمالك هل لو نادي الزمالك كان مكانه كان هيسيب احمد ياسر ريان والله ابدا كان يقول له استنى نلعب ماتش الاهلي ابدع فيه وطلع كل امكانياتك فيه وبعد كده مع الف سلام طيب هناك صريخ وضجيج بعد اعلان لجنة الحكام الرئيسية لحكام مبارتي الاهلي وي امبي والاسماعيلي والزمالك الصراخ والضجيج وصل للكل الالة الاعلامية والميديا والسوشيال ميديا الرسمية وغير الرسمية لدى النادي المنافس كلها طلعت عن بكرة ابيها اللي ليه في الموضوع واللي مليش في الموضوع اضرب يا جدع اضرب في المربوط يخاف السايب عشان كده احنا لما بنجي نتكلم وننتقد يا جماعة اي حكام او اي نيلة تلاقي ناس كيوت وطلعت وقولك ايه مصطفى ما بلاش جو المؤامرات ده تخيئ لحضرتك نادي واخد حقه تالت وامتالت وامربع وامخمس وامسدس كمان واخد بالك واخد حقه واخد 14 نقطة لا يستحقها طوال بطولة الدورة بالحكام النادي بتاع الاهلي المنافس لنادي الزمالك ضيع منه 14 نقطة هو كمان بسبب الحكام يعني مجموعة 28 نقطة يعني تخيل النهاردة لو كانت العدالة التحكمية مطبقة كان فيه فرق 28 نقطة بين الاهلي وبين الزمالك يعني الدورة كان خلصان زي السنة اللي فاتت جدا ومع هذا بالرغم انه هو مش مظلوم ده واخد اكتر من حقه 28 نقطة ولكن تجدهم يعيشوا في جو المظلومية في جو المؤامرات الغندور وشادي عيسى والدرديري وكل رجالات السوشيال ميديا الزمالكوية يعلمون علم اليقين ان جهات جريشا هيزبطهم بكرة وان جهات جريشا هيروق عليهم بكرة لكن هو لازم يطلع يعمل شوشرة لازم يطلع يضغط لازم يطلع يعمله الليلة عارف ليه لانه عارف ان للأسف بقى في مجموعة كبيرة من جمهير النادي الاهلي ما بقتش تطالب بحقها بقت شايفة ان اللي بيطالب بحق النادي الاهلي في الحكام او في غير الحكام عشان تثبت حق النادي الاهلي يطلع يقولك انت بتعيشنا في جو المؤامرات يا سيدي جو مؤامرات ايه احنا بنتكلم في حاجات على ارض الواقع حاجات ملموسة وانا لما اقولك في مطش الاهلي والاسماعيلي ليه يا ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس وكل خبراء التحكيم اكدوا عليها تطلع تقولي احنا اللي كنا وحشين يا عم الدين حق ايه موارد اصلا انا مش انا البرازيل البرازيل نفسها البرازيل نفسها في كل بطولة بيبقى لها مطش مطشين زي الزفت بس بتاخد حقك هو الزمالك كان حلو قدام الاتحاد السكنداري ما كان زي المؤاخزة بس كسب جون من الجونين اللي جايبهم كانوا فاول في الاساس هل الحكم رجع طب لو كان الحكم رجع كان زمان الزمالك متعادل فبلاش والنبي الحتة بتاعت عايزة باين قدام الناس ان احنا ما بنعيش جو المؤامرات لا احنا مظلومين فعلا احنا بنتظلم فعلا وبناخدش حقنا لا في الاعلام ولا في الحكام ولا في اي نيلة فما يجيش واحد محترم اتلا ولك يا مصطفى ما تعيشناش بقى بجو المؤامرات يا مصطفى مش عايزين جو المؤامرات لا يا فندم احنا عايشون في جو مؤامرات فعلا طيب جهات جريشة ولا هقول لك انا على جهات جريشة بعدين شدي عيسى قال لك ايه ساترك يا رب رد فعلا ساترك يا رب جهات جريشة حكم ناطش الزمالك والاسماعيلي اسوأ حكم في مصر واضعف حكم في مصر والله ابراهيم نوري الدين احسن منه مليون مرة ادرديل قال لك ايه هل يسير جهات جريشة غدا على غرار ريشة في سنة الاعتزال كلنا فاكرين الواقعة وبعدها ويتجه للعمل في قناة المنافسين في الموسم الجديد جريشة حكم لديه خبرة طويلة في تعطيل اللعب والنزول برتم المباراة لابطأ مستوى بالصافرة باستمرار يا رب خيب ظننت قال ايه درديلي كمان قال لك يسكر ان جهات جريشة حكم مبارتين حكم مبارتين من اخر تلات مباراة للنادي الاسماعيلي قاد مع الزمالك اتنين وعشرين مباراة فاس في تمانية عادل ستة وخسرة تسعة شاهدت جميع الخسائر فضائح تحكمية اسمع يا فندم يلي بتطلع تقولي احنا بنعيشك في جو المؤمرات قالي ناس عايشين اصلا ووصلوا للمنافسة بسبب اخطاء الحكام المقصودة والمتعمدة طلع النهاردة يقول لك احنا مظلومين يا بيه عمر الدرديلي نفسه لو تسريب على كلاب اوس قال لك احنا بناخد حقنا ثالث ومربع بس لازم نطلع نقول ان احنا مظلومين عشان ناخد اكتر من حقنا يا اهلاوي اللي بتطلع تقول احنا لين نعمل في نفسنا كده لا مش لازم نقولي الحكام موحشين لا الحكام موحشين الحكام موحشين ما بيدونيش حقي لما يكون واخد حقي بطلع ساعتها هاجم اللعيبة وهاجم الجهاز الفن طيب خالد الغندور اللي شغال في راديو اون وفي قناة الزمالك النهاردة بيوزع اغصان الزيتون بيسمعنا تراتيل السلام خالد الغندور اللي بيطالب بنبز التعصب والفتنة قال لك النهاردة اختيار كابتن محمود عشور حكما ليه مباراة الاهلي وامبي رغم انه كان حكم فار ماتشل اسماعيلي ومطالبة الاهل بدرب الجزاء اجايي ومرة اخرى ضغوط كبيرة على الحكم لمطشين متتاليين لنفس الفريق اختيارات غريبة من لجنة الحكام الايتان الغندور قال لك اخر مباراة لكابتن جهاد جريشا في مشواره التحكيم للزمالك والاسماعيلي اعتقد اختيار غير سليم بعد هجوم كابتن سيد عبد الحفيز عليه ومسحه لرقم تليفونه وده يعطي ضغوط كبيرة على الحكم في مباراة مصيرية طيب يا فندم صلى على النبي الناس مش عجبها جهات جريشا ما تيجي نشوف جهات جريشا عملية جهات جريشا الموسم ده ضيع اربع نقاط على الاهلي ازاي في مطش بيرامدز في الدور الاول هدف والتر بواليا الغاء وصفر قبل ما بواليا يشوت الكرة في الجون وضيع فوز على النادي الاهلي والنادي الاهلي طلع بنقطة في المطش ده يعني ضيع علي نقطتين وكان فيه ضرب الجزاء لمحمد شريف ما حسبهاش الدور الثاني بالنسبة للزمالك لعب مع بيرامدز جون في اول عشر دقايق اللي ايريك تراوي ما تحسبش تحسب اوف سايد وضرب الجزاء اتعادل خلى الزمالك يتعادل بيها ضرب الجزاء ملهاش علاقة بضربات الجزاء خلى الزمالك يتعادل بيها امام نادي بيرامدز وياخد نقطة هو ده جهات جريشا يا جماعة اللي مش عاجب الزمالكوية بس لازم يطلع يقولوا كده عارف ليه عشان بكرة يديهم اكتر من حقهم بكرة هيديهم اكتر من حقهم وبصوا وتابعوا وشوفوا مباراة الزمالك والاسماعيل بكرة مش عايز اخواتنا الاهلوية يزعلوا مني لكن بحزن بشدة لما لاقي جمهور من جمهور النادي الاهلي يخش يشتمني ويقول لي ما تعايشناش في جو المقابرات وبلاش قرف وبلاش وبلاش روح اتفرج يا فندم على موحة الحراء موحة الحراء اللي كان بيشتم ادارة الاهلي ويقول علينا شوية حرمية وإحنا جمهور بيب بيب وإحنا شوية بتوع ساعات دلوقتي انتو اللي بتعملوله بتعملوله مشاهدات ليه لمجرد انه شاف جمهوري الزمالك مش عارف يعمل له مشاهدات فقال لك اقلب واعمل نفسي الوادي المحايد روح اتفرجوا على موحة الحراء السلام عليكم